فتر مبارك لللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا على أمل يحمل معه السلام والخير والتضامن والمحبة والحوار بين اللبنانيين وخصوصا نحن وكأن عايشين ببلد الغرائب والعجائب على طريقة القتل والسرقة والفلتان اللي حاصل واليوم أكيد بمدينة عزيزة على اللبنانيين تعتبر جبال من بلدات التعايش بامتياز يلي اليوم عم بتعيش عرص حزين جدا بطبعا المغدور منصق الخوات اللبنانية في جبال باسكال سليمان يلي اليوم طريقة طبعا الغدر فيه كانت طريقة بتشكل إجرام كتير كبير وبتشكل قلق وخوف لاس فقط في مدينة جبال إنما بكل المناطق اللبنانية نظرا للفلتان يلي حاصل طبعا نحن أبناء القيامة وأبناء الرجاء مثل ما قالت زوجته المفجوعة واللي أعطت أم سولي كتير مهمة نوى فيها مبارح غبطة البطريارك الراعي ببيان يعني يلي صدر عن البطرياركية وقرر طبعا أنه هو يترأس صلاة الجناز اللي راحت نفس المنصق في القوات اللبنانية في جبال المغدور باسكال سليمان ودعا طبعا بهالظرف الدقيق إلى طبعا التروي ولكن والأهم الطلب من القضاء والقوى الأمنية القيام بالواجب اللازم وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين وبالطبع اليوم من بعد ما تابعنا موكب اللي انطلق من المستشفى العسكري وصولا إلى مستيتا آخر جبال آخر محطة قبل مستشفى سيدة المعونات لاحظنا أنه الكل عم بندد بالجريمة الكل عم بيطلب يكون فيه قفال لكل الطرق الغير شرعية وبالتالي أن يستتب الأمن وإيقاف الفلتان وطبعا مراقبة كل النازحين اللي موجودين باللبنان لأنه ما عاد مقبول هالفلتان يلي حاصل وهالفوضى يلي حاصل اللي بقدر أقوله أنه تعزي الحارة أولا لعيلته ولأصدقاء وأقرباء للقوات اللبنانيين ولللبنانيين عموما المسيح قام متابعات متل كل نهار أربعا منتلقى الاتصالات خصوصا اتصالات بتحمل معها وجع بتحمل معها أمل بتحمل معها طلب إنساني لأشخاص يعني الحياة تعاكستهم الظروف خصوصا هالمعاناة الكبيرة وهني بيطلبوا اليوم مساعدة من إخوي لألهم بالإنسانية بيخد أول اتصال ودايما نبذكر على 0444444444 ألو ألو بونجور أهلا بونجور أنا بدي أحكي عن وجعي تفضل أمي بالمستشفى وعند عملية بتكلف 15 ألف دولار نعم وأنا أسأل هلأ ما أمنت أجار العناية المشددين بدي طلعوا لي إيها بعد 48 ساعة لأنه ما معي مصارج السماء أمنت وليح تروح من بين إيدي هي عندها كتلة بذلعيمة هي كونسير نعم وجيت على المحاسة بيطلبوني يقولولي إذا ما بتدفع بدنا نطلع لك إيها بعد 48 ساعة أنا وين بدي روح فيها وين بدي روح فيها يا خايا ما بدي شيء أنا ما بدي شيء إلي يجوا بس يسألوا وين هي لو دي حسن بالمستشفى الكورة بس يدفع عنا العملية ما بدي إيها تروح من بين إيدي بمستشفى الكورة موجودة؟ بالمستشفى الكورة وإذا بدكم بعطيكم كلتي وتحددت العملية يعني تحدد العملية نوبدة عملية تحددت أول عملية بتكلفني 5000 دولار وأنا ما معي إيها بس ضروري هيدي وقداش طالع لك على العناية الفيئة؟ 1500 دولار رسل هلا ما عمانت منه أنها 500 دولار بس وإذا شوفتكم أنا بأمركم بدوا أطعم من جثني بس دخينكم أمي ساعد بوا لا بفهمك كتير منيح أنه صحة هي يعني هي أساس كل شيء وخصوصا للأم يعني بس اللي بيزعلني أنه بتجد دائما المادة أهم من قيمة الإنسان أنه إذا هي بيسمام بهالحالة الخطيرة لأنه ما معك تدفع مش مفروض هي تتطبب ولو مفروض المستشفى يطبب مفروض يزدتها إلا خدها إلا أنت أبنا خدها وتدبر فيها هيد الجريمة الحقيقية اللي نحن عم نعيشها للأسف الشديد وبالتالي وكأن الإنسان ما عاد عنده قيمة ولا كرامة هالابن هيدا منه قادر يأمن 500 دولار ولا 1500 دولار ولا 5000 دولار ليعمل أول شيء ليدفع معاليه بالعناية اثنين ليأمن أول عملية اللي هي 5000 دولار اليوم عم تجي المستشفى تقول له 48 ساعة يا بتأمن المبلغ يعني إحنا أمك بنحطه بره دبر حالك فيها ما بتهين علي صراحة أنا كإنساني ويفتكر كثير من اللبنانيين اللي اليوم كلنا يعني هيك حزنين صراحة بالرغم من العيد حزنين جدا أنه هالإنسان ما عاد عنده قيمة بين قتل بين خطف بيتبهدل ما قلو قيمة بمستشفى مش ممنوع كأنه يتحكم يكون عنده حياة كريمة هاي دي كله أمور بتزعلني لأنه نحنا بلبنان عندنا الإنسان هو أهم شيء مفروض بعدين كله تفاصيل من هيك أنا اليوم يا استاذ يا صديقي بتمنى أنه حدا يبادر ويدفع بي ولأنه فلس القرم اللي بيجمع بمستشفى الكورة وبتمنى على إدارة مستشفى الكورة أنه بفهم أنا طبعا المال هو التمويل أكيد الخدمات وما في شيء بلاش بس أكيد في شيء رسالة اسمه كمان بتحملها المستشفيات ما منزد مريض بهالخطورة ومنقله ندبره حالكم أهلا وسهلا فيك يعني اللي بيحب يساعد بيقدر توجه على المستشفى الكورة اسم المريضة لودي حسن كمان اتصال آخر قالوا يعطيك العافية أهلا وينعد عليك يا رب وعلى جميع اللبنانيين دخيلك بالسلام والفرح والأمان والبحبوحة والطمأنينة والحوار ما بدنا شيء أكتر من هيك ما بدنا بدنا نعيش بكرامتنا وشرفنا يا سعي مية بالمية كرامة الإنسان تفضل شو عندك تفضل أنا أول شيء بدي 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 أول شيء الله يجبر بخاطرك ويعطيك يحطي يرضيك لأنك أنت الإنسان اللي أنقصت حياتي من المرة الغرغرينة ذكرتيني أذكرتك كيف صرت المصدقية المصدقية اللي العالم مبتفهم الامتفي واللي بتشيك والامتفي بدي إلا أنه رؤوا من الامتفي ومنامرة بكة هذا من نشوعات ولا شعر هذا حقيقة أنا إنسان يعني حياتي كنت ميتة ومن وراءكم أنتو كنت أخير الله أنا صباح الماضي حكيت معك وطلت مساعدين أنا بدي قص إجري من فوق الركبة وكنت أخير الله من بعد البرنامج كنت أخير الله في ناس كتير ساهمت وقالوا لي وصدقيني قالوا لي هالكلمة قالوا لي لو مش كرمالك مدام ربكة لأن إنساني هذه الكل هي وزبت أشوال الاجتماعية مدام ربكة أنا أخذنا موعد من المستشفى بقرب وقت حمد لله أنا جمع المبلغ اللي تركته أنا منك اللي هو 1850 دولار صح نعم صحيح الآن بعد موقفة حياتي على 480 دولار يعني الحمد لله كل المبلغ تتأمن في 480 دولار هذا من قدر حياتي يعني ستقين حتى مني قدر عيد مع بنتي ومرتي قدتلك كرمال إن ريحتي كرها صحيح ما أنا قدر أعمل حتى بنتي والله العظيم والله العظيم بنتي إجال عادية 30 دولار عامت قتلي بغضي حفظه مع المصارف بنتي اللي هي المفوضة أنا عطيها مش يفعطيني قدقلك شغلي أول شي أنا بشكر أكيد كل يلي عنده ثقة ويلي حب بالفعل تعمل خير بمكانه وإنت بتستحق الحياة بتستحق إنه تغمر بنتك وإنك تغنج بنتك وإنك تكون إنسان مش عم تتوجع كل يوم مش عم تتوجع كل يوم نحن هادي مش بجميلة هادي رسلتنا بالنتيجة كبرنامج وكمحطة بتمنى هال 480 دولار يتأمنوا وتعمل العملية وتحس حالك إنك صرت بخير وإنك أنت وعيلتك تعيشوا بسلام وأمان لأنه ما في أحلى من الحياة لما بتكون فيها أمان وسلام مع العائلة فأنا بدي أشكرك وما تشكرني لقالي شكور كل الأياد البيضائية اللي تعاطفت مع حالتك ويلي حست إنه بهذا المكان هي عم توضع خير وعم توضع أكيد أنا شي من إنسانيتها وأنا بتمنى لهم يتعود عليهم بالصحة لما في أهم من الصحة شكرا لقالك إن شاء الله بتتأمن الـ 480 دولار أهلا وسهلا كمان اتصال ألو بمشور بمشور أهلا مدام ربكة تفضع لي كيفي كي نعاد عليكم بصحة ولا عاصة حبيبتي ولا قليك كمان تفضلي بسي لايك حبيبتي أنا حكيتك قبله بمرة بس في شخص واحد عطاني حق دواء بس أنا كثير مريضة وكل ما جيبوا للحكيم على البيض بدوا 100 دولار وفحصات يعني بحص بالجمعة شي 400-500 دولار بليس يعني عم بيساعدوني شي زهيد ما بيجيبوا لي دواء بليس إذا في مجر حدا يصطلع فيه أنا بكم ممنونتي كيمكن الرقم صار عندكم رائم معنا وحطينه على الشاشة بس بدي أسألك يعني وين ساكني حضرتك أنا ساكني ببرمينة ببرمينة نعم يعني أنا بدي أطلب من أهالي برمينة أو يلي قراب إذا بتقدروا تساعدوا هالست حتى تقدر تأمن الدواء لأنه دواء هو علاج بالنتيجة حتى برضو حبيبتي أنا عندي بالجمعة بشي 6-7 ملايين أدوية لأنه بيخد عشرين حب الدواء معي معي 8 رسور بقلبي ومعي 4-5 خلزات في دهري مكسورين بيمشي على الوقت ما فيه يمشي فشخة أنا ما بحب هالشغلي هاي يمكن في غيري معتازة أكثر بس ما في حد يأمن لي هالإشياء هاي دي شبتي لا يعني إذا بتعمل استشفاء أو رحتان تحكيم أو شي صراحة ما فيه إكفي يعني قاله شوفت حكيم حزبتك بتعرفي من الخمسين دولار وطلوع وما معي هني أوكي من هيك عم بقول يلي بيقدر يساعدك حتى يعني تقدر تشتري الأدوية أو كمان تطط يعني إجرة الأطباء يلي عم بتشفيون بيكونوا عم يعملوا عمل خير لأنه بعرف أنك ما فيك تتنقل كتير كمان رأمك عشيشي مدام أهلا وسهلا فيك بس أنا مش ضروري من أهل برمانة لا لا أنا أنا بعرف مش ضروري بس من أهل برمانة بس أنا الأقرب الأقرب لإلك الأقرب أي إنسان بيقدر يساعد نحنا منقله شكرا من القلب باسمك وباسمنا أهلا وسهلا فيك أنا فاصل ومنتابع منتابع الحلالنا عبر الـMTV ومشوار الشهيد باسكال سليمان إلى هالعطرقات والمنطقة يلي هو أحبها وأعطاها وولد فيها كيف صعب عليه وعلى الرفاء وعلى كل يلي عرفوه أكيد نحنا منتمنى لروحه الرحمة بيخد اتصار ألو يعطيك العافي صباح الخير صباح النور تفضلي كيفك مدام رذكا أهلا مدام تفضلي الله يعطيك الصحة ويرحم جميع الموت ويرحم موتك تفضلي حبيبتي أنا مش هطول عليك بس أنا مرة أرمية وبحاجة لبراد إلي سنتين بلا براد طمع طول كتير يكون ممنون في الإزافية تبريل براد ومارسي لإليك والله يقاجرك وقويك وين سكني مدام بلاط جبال بلاط جبال أنت بحاجة لبراد عندك عائلة كبيرة لا 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 أنا واحدة مرة أرملي عادي براد عادي بس ناكل شطور في كهرباء الله يرضى عليك يرحم موتك أوكي رأمك على شي جزا حدا بحب يهده الست براد لأنه براد أساسي كمان بالبيت وهي لحالة بسوى يعني إذا كان عندها ضوة بدأت تحطه براد أو ما يمساعة أو شو ما كان بيقدر حدا يقدر يساعدها أهلا وسهلا فيك كمان اتصال ألو 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 مرحبا مرحبا عملي معروف بدي مساعدة نعم حضرتك مكتب المساعدات بالأنتي في شو عندك مادام أختي مريضة صحيا بدأت بي وعيزي مطار ما حدا عم يقدر يساعدكن لا وفي حدا بيشتغل معندكن لا هي شو نوع الأدوية بديها أدوية مزمنة يعني لأمراض مزمنة سديني ما بعرف أنا هي كانت عندي وحكيت من عندي هلأ وصلت على الباب يعني مع تليفون ونسي فيي طاقة الرقم مش حيزي رقمة أوكي هيدا الرقم يلي موجود على الشاشة رقمة أو رقم حضرتك لا رقم أنا أخطى أنا بعتيك الرقم عملي معروف لا خلص نحنا على هيدا الرقم فيهم يتواصلوا معيك وبيسألوك يعني شو عايزي هي وأنا بتمني يكون فيه مساعدة اللي عم تقليلي أدوية سوري سوري فيني حط لها رقمة بيتواصلوا على رقمة عملي معروف ما بقى فينا يمكن نكتبه بس نقدر نقوله قولي للرقم لنشوف إذا لحقوا بيحطوا تفضل لك اه اه 71-036-304 أوكي 10 للساعة 12 على الامتي في على الاربعة 444-44-404 اكستنشن 272 حطي نالك الرقم مادام أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا مرسي فإذا 727 الاكستنشن امتي في جاءنا كمان صححوا على الهول لأننا قلته غلط فإذا على السفر 444-4444 اكستنشن 727 بيخد اتصال أهلا بونجور معيك جورجينا خليل أهلا مادام خليل يعطيك العافية أول شيء أهلا عم بحكيك كرميل إذا حدا يساعدني أنا جوزة قاعد بلا شغل إلوش أربعة شهور وعندي ولد مريض معه كهرباء بالرأس عمره 7 سنين نعم ومكسورة على أجار بيته وما في مدخول عنده بالبيت مادام شو بيشتغل جوزك كان بيسوق كمية وعشرة وكان بيرافق ناس يعني شفار عند ناس بسافروا وما بقى بالدنيا يعني اصلوا من لبنان ولا قاعد بالبيت ما عم بيلاقي شغل بقية منطقة ببرمانة نحنا عادي أوكي يعني أنا بدي أطلب إذا حدا بحاجة لشوفر فيه يتواصل على هالرقم هيدا لأنه عنده خبرة كشوفر وعنده أكيد دفتر السويقة بيقدر يسوق حتى يقدر يعيل عيلته لحينة أكيد بدنا إذا حدا بيقدر يساعد على العيلة لأنه أولا عندهم شخص ابنهم مريض اتنين الأجار متراكم عليهم لأنه بلا شغل الأب وأنا بعرف لما بيكون يعني ما فيه مدخول على البيت كيف بده يستمر الواحد وصنبها الغلل اللي ساير لأنه الحقيقة دايما بصير أسأل أنه يلي ما عم يشتولوا كيف عم بعيشوا رأم على الشاشة مدام إن شاء الله خير أهلا وسهلا فيك كمان اتصال أهلا بونجور كيفك مدام ربكا؟ نشكر الله معك زياد من بينول زياد عتاني أهلا أستاذ زياد كل عيدوا أنت بخير وأنت بخير عاد عليكم بالصحة والسلامة مدام ربكا محتول عليك بس عندي وليكت بحاجة لعملية براسة سريعة لأنه بس توقع بطوقع بالأرض ما فيها توقع أبدا عندها شريان في اللي بيضاهر ماي من المخ من الرأس مسكت فبدي نزرعولها شريان من الرأسة لا تليتها لا يضهر الماء وعملية مستعجة كتير كتير بتكلف 6500 دولار بالصراحة نحن بمعنا مدام أبدا العملية بفواد خوري بالحمرة إدهي بتكلف 6500 6500 دولار 6500 دولار أيوة نتمنى من القيونين ما عندك ما عندك تأمين ما في تأمين ما في شيء ويلدي رجالي كبير عمره 80 سنة بسغل خيارة عمومة وبتعرف هالأيام العمومة يعني شوثة والشوفارية مع مشتغل أبدا وضمان مصيح للأسف فأزن هالستة بحاجة لزرع شريان براسة وكلفة العملية 6500 دولار بمستشفى الخوري وهي عملية مستعجلة زوجة رجل ثمانين وبعده عم يشتغل على السيارة بشو بتطلع له هالسيارة وابنة اللي كمان عم بيطلب اليوم مساندة صح يعني مالية حتى يقدروا يعملوا هالعملية الجراحية اللي حدا بيحب أنه يعرف أكتر فيه تواصل معه وفيه تواصل مع المستشفى مستشفى الخوري أهلا وسهلا فيك على سلام إن شاء الله كمان اتصال أهلو ايه تفضلي مونجور مونجور بدي أعزلك نحنا قاعدين بمنطقة الدكوانة وفي حدا حدنا بالدناية بأجر أنه عالم يعني ما بعرف بأجر سوريين مأجر كذا حدا وعيال مش لبنانية وهيك فكيف فينا نعمل بهذا كيف البرصدير لازم تكون لازم نتسكع على البلدية هلأ إذا 30 شخص كيف قاعدين ما بعرف لكن أولا يلي بدوا أجرهم أو المستأجرين بدوا نتسجلوا بالبلدية أكيد هلأ هن 30 شخص أكيد بلدية تدكوين ما معها خبر يعني فيكن تتصلوا على البلدية أكيد اليوم عطلة بسبق يعني الفطر بتتواصلوا مع البلدية بتعطوا العنوان والبلدية هي بتتأكد من المستأجر المالي من الناس والعدد وهي بتهتم أوكي أهلا وسهلا فيك مش معقول 30 شخص ببيت يعني بشقة صورة اليوم نشوفها سوا اخترت اليوم القديسة رفق لأنه بعشرة نسان هو ذكرت قديسة فنحنا نطلب منها تذكرنا بصلاة ولو بحبة من مسبحتها خصوصا أنه هي اديسة الألم والديسة الفرح الفرح بالمسيح طبعا فرح بالألم لأنه تحملت ألام المسيح وبالتالي يعني اليوم نطلب شفاعتها لكل المتألمين لكل الموجوعين خصوصا عائلة وأصدقاء ورفاق الشهيد باسكال سليمين وبالتالي كمان تحمي اللبنانيين جميعا هي اديسة من لبنان بعتيكم موعد التنين المقبل ترجمة نانسي قنقر